آية واحدة ليس لها مثيل في القرآن إنها الآية التي تكفيك هم الرزق والسحر والحسد أيضا هذه الآية تغنيك عن الناس فلا تستغني عنها اليوم أحبتي في الله سنتأمل أعظم آية في القرآن آية الكرسي والأسرار الثلاثة التي فيها حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمال أيها الأحبة والله هذه الآية لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يستغني عنها أبدا بعد الصلوات المفروضة قبل النوم في حالة الأزمات في حالة الهم والضيق يكفي أنه قال إنها أعظم آية في القرآن القرآن فيها أيها الأحبة 6236 آية هذه الآية هي أعظم آية في القرآن السر الأول أنها آية الرزق لماذا أيها الأحبة لأن الله عز وجل إذا حفظك ومعنى الحفظ هنا ليس حفظ من الشر فقط أو حفظ من الأشياء المكروهة بل يحفظك من ضيق العيش يحفظك من الخسارة النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد في أحاديث كثيرة أن من يقرأ آية الكرسي صباحا فلا يزال عليه حافظ من الله يحفظه من أي شر وبخاصة من شر ضيق الرزق حتى يمسي ومن يقرأها في المساء قبل النوم يعني يحفظه الله من الهم والغم حتى يصبح إذن هذه الآية تكفيك الشرور واليوم الأمور الاقتصادية والضيق العيش والأزمات التي يمر بها العالم يعني معظم سكان العالم يمرون بهذه الأزمة لأن الحقيقة النظام الاقتصادي العالمي قائم على الربا كما تعلمون قائم على تركيز الثروة بيد القلة القليلة فقط من الناس فواحد بالمئة من الناس يمتلكون ثلثي ثروات العالم تصور واحد بالمئة فقط والتسعة وتسعين بالمئة يعيشون على الثلث وبالتالي آية الكرسي أخي الحبيب ضرورية جدا عندما تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذه راحة للنفس عندما تشهد بوحدانية لا عندما تقول لا تأخذه السنة ولا نوم يجب أن تعتقد أن هناك إلها عظيما يحكم الكون لا ينام ولا يغفل ولا تأخذه السنة يعني غفلة قليلة جدا لا تأخذه هذا الإله لا يغفل عنك يسمع دعائك يعلم ما تحتاجه ينزل عليك الرزق بالشيء الذي يكفيك على قدر حاجتك لذلك أنت عندما تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم حقيقة هذا الإله العظيم الذي اعترفت أنه حي وقيوم ولا تأخذه السنة ولا نوم أنت تعتقد أنه قادر أن يكفيك هم الرزق موضوع السحر أيها الأحبة سورة البقرة لا تستطيعها السحرة أو البطلة هم السحراء الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فإذا لم تستطع أن تقرأ السورة حقيقة السورة تحتاج لساعتين كي نقرأها أو نستمع إليها على الأقل اقرأ آية الكرسي آية الكرسي تستطيع أن تقرأها بأقل من دقيقة الآية رقم 255 من هذه السورة فهذه الآية بما أن سورة البقرة الشيطان يفر منها والسحر لا تستطيع إذن آية الكرسي أيضا لها هذه الميزة أنها تصرف عنك شر السحر والميزة الثالثة في هذه الآية العظيمة آية الكرسي لصرف الحسد عنك لماذا؟ الحقيقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكد أن هذه الآية العظيمة تحفظ صاحبها تحفظك أيضا من الحسد اليوم للأسف كثير من الناس يحسدون يعني يحسد بعضهم بعضا لماذا؟ لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن القرآن ابتعدنا عن الخوف من الله ابتعدنا عن التفكير بالآخرة وبجنات النعيم فأصبح اهتمامنا كله في أمور دنياوية تافية فإذا ما تميز شخص بمال أو بمتاع أو بأي ميزة تجد عدد الحساد كبير جدا لأن نظرتنا أصبحت محدودة جدا بينما عندما تفكر بالآخرة تفكر بلقاء الله تفكر بالنعيم الذي ينتظرك تصبح الدنيا بالنسبة لك تافية وكل زينة الدنيا والمليارات تصبح تافية بالنسبة لك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذا الرزق الذي تراه أمامك هو ملك لله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض كل شيء هو لله بالنسبة هو الخالق هو الذي خلق كل شيء فهذه الآية أخي الحبيب إذا أردت أن تستفيد من خصائص هذه الآية الرزق والسحر والحسد أن تدفع عنك شر السحر والحسد وتكسب الرزق بإذن الله سبحانه وتعالى يجب أن تفهمها أن تعيش فيها ليس مجرد القراءة له ما في السماوات وما في الأرض إذن أنا أعتقد أن كل شيء بيد الله وهذا الإله الغني قادر أن يغنيني هذا الإله الحفيظ قادر أن يحفظني من شر السحر والحسد هذا الإله الرزاق قادر أن يرزقني الذي رزق الملحدين أيعجز أن يرزق إنسان يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم إذن هنا أيها الأحبة عندما تقول لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من هذا الذي يستطيع أن يشفع لك أو ينفعك أو يضرك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى لا أحد إذن أنا ملك لله كل شيء ملك لله الله هو المتصرف هو الذي يحدد مصيري هو الذي يقدر لي الخير هو الذي يختار لي الخير سبحانه وتعالى طيب الله لا إله إلا هو الحي القيوم بالنسبة للأحبة الذين يعني لا يحفظون هذه الآية الضروري أن تحفظها أخي الحبي هي أهم آية في القرآن أعظم آية في القرآن كما قال النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة يعني قليل من الغفلة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فهذا الإله يعلم من يريد أن يمكر بي يعلم من يريد أن يمنع عني الرزق يعلم من يريد أن يضرني يعلم من يكرهني يعلم من يحسدني فهو الذي يقدر أن يصرف عني الشر ويقدر لي الخير سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض إذا كان كرسي الرحمن هذا طبعا أقل بكثير من العرش ونحن لا نستطيع أن نتخيل لأننا حتى المسافات الكونية نحن عاجزون عن تخيلها فلا يمكن أن نتخيل حجم العرش والله طبعا خارج المكان والزمان سبحانه وتعالى وسع يعني كرسيه كرسي الرحمن أوسع وأكبر من الكون وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم فهذا الذي هذا الإله الذي حفظ الكون حفظ السماوات والأرض سيحفظني من الشر هذا الإله الذي حفظ كل شيء سيحفظني من الفقر من الحاجة من الدين من الأذى من الحسد من السحر لذلك وهو العلي العظيم فهو علي أكبر من مخلوقاته عظيم أعظم مما تتصوره مهما فكرت برزق الله الله أعظم مهما فكرت برحمة الله الله أعظم مهما فكرت بقدرة الله الله أعظم مما تظن وهو العلي العظيم فهذه الآية المباركة بدأت بالله وانتهت بالعظيم بدأت باسم الله وانتهت باسم العظيم وهما من الأسماء الحسنة لذلك أخي الحبيب ينبغي أن تحفظ هذه الآية احفظها الآن إذا كنت لا تحفظها على الأقل ستنتفع بها يوم الموت على الأقل ستلقى الله وأنت حافظ لأعظم آية من كتابه العظيم فكر في معانيها كل مرة تدبرها واكتشف معاني جديدة أنا أصدقكم القول أيها الأحبة أقرأ هذه الآية منذ عشرات السنين كلما تفكرت فيها أكتشف معاني جديد سبحان الله فالقرآن كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يفنى على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الآية يعني شفاء لنا هي شفاء أيضا على فكرة أن القرآن كله شفاء ومن أهم الآيات التي يعني لها مفعول قوي في الشفاء آية الكرسي النبي كان يحرص عليها بعض الصلوات يحرص عليها قبل النوم يبدأ بها يومه في حالة الأزمات اقرأ آية الكرسي لتكون هذه الآية يعني منهج في حياتك كل يوم اقرأها عدة مرات وفكر بمعانيها والله أخي الحبيب ستتذوق لذة هذه الآية وستشعر بحلاوة القرآن العظيم نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق